فضلات مكدسة انتشرت على طول الحي روائح كريهة خلفتها تراكم مياه الأمطار وحشرات غزت المكان أحياء تحاولت إلى مستنقعات وبؤر تلوث لجميع المتساكنين هذه بورة الحجام بالسلطنية لا تبعد كثيرا عن وسط المدينة أهالي المنطقة يطلقون صيحة فزع ويعيشون حالة تأهب لغزو المياه لمنازلهم احنا روائح في المطار حالة كما المرة الفيتاء صبتنا معانيها تبلينا الدبش لكل البرع في الشارع وانيها حالة لا ترثلها كل ما تصب المطار نعومه نوصل داخلين لزانق المال هنا العباد يتضربها حاجة في سيخة نورمالة خاطر أن ندخلوا ساعات حافين ما نجموش نمشي ونقرأو الناس ما تجموش تمشي تخدم ويعدينا بشي كيسو بشي كيسو واحنا جاتسين نستنعو كل مرة تصب كيف كيف هاك تشوف النبوة متاع الماء أعلى سيرتو في الشتاء احنا ناس متضرين كل عام وين تصب المطار يدينا على قلوبنا يعني صدقني كل فلالس اليوم بعد ثلاثة يام هذي يمطر ثلاثة يام أربع يام تقريب احنا نهلا حد في الليل تشوف كيفاش الدنيا تبدلت وهكذا اللي كان شايح توله مش مبلوه البركة غريق وهي كارثة وهي كارثة بكل مقاييس بكل ما في المعنى في الكلمة من معنى تو ناس بالله نعيشوا في وضعك في هذه الماء من كل جهة ما تنجمش تدخل دارك إلا ما تنحي ما تنحي صباتك ولا تعافز في الوحل وفي الماء المسق وخامج وكذا الأمطار هي نعمة من الله ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لكن أمام تقصير بعض المسؤولين في تهيئة الأحياء تصبح نقمة لدى البعض فأهالي السلطنية يستعدون بأنفسهم لحماية من يزيلهم من هذه الأمطار أجيران الكل راهوا نقول له نخدمه احنا في بلاصة الوناس مش قاعدة تعمل الوناس ما نسكروه بره ونخدمه وحدنا احنا نخلصوا فيها ومش قاعدة تخدم راهاليونا لا بلدية ولا ننزل حتى البلدية عندها دور راه فهم دا قالوا شنوه فهم دول لا احنا معاكم اللي عم ندورها كدريش مزمين على لبطا ما تلقاهمش ليه انتم ما قاعدة تخدموا من عرقنا راهوا انتم ما توا قاعدين تخدموا من عرقنا ممكننا نخلصوا فيكم احنا والحاكم قاعد يخلص فيكم يا أخوية راهو اخنا ما يقوم بواجبك ما احنا نخدموا بواجبنا ما دي شركاتنا ما عرفنا حتى اعانة وليحاجة عطوها بالوجو اي عطوها بالوجو وثهمتني شي انا واحدة من ناس ما ماريت منهم حتى شي قطل قضر ريت البيت انهم من الجلس يعوم لشتر مع انتح قرابة نفس مترو للجلس دبشي الكل مشيت للشارع وما ريت حتى شي لانه لا ناس لحتى شي حتى شي مارينا منه سبخة الحجام هذه معناها منطقة منخفضة موجودة بطريقة السلطنية ومربوطة بطريقة السلطنية وحيسي مار الشمالي هذه منطقة معناها في حقيقة هي سبخة اصلها كي ميقولوا معناها موجودة سبخة وقع معناها معلسف عملية الوربانيزيزيون تاحها وقع فيها برشة معناها بناءات وعمارات وكل والمنطقة هذه تفتقر لشبكات ميها أمطار نحن يعدوا فينا في البرنامج أو صبين الاعتمادات أو عملنا أو كذا ومصر حد شي تم حد شي احنا ماذا بينا في اقرب وقت قبل المجي للموسم الأمطار ويساويوا وضايتها وحطونا حتى معناها يصبونا حتى التيف يعليوا شوية صبوا التيف ويعملوا مجاري من غدي كفهمتي ولا يتعدل باش احنا نجموا ندخلوا المسلك كمتعون لديارنا هذه تدخلنا فيها بماية حمين مدنية في عند الأمطار الديوان يساهم بتوفير معناها معدات ضخمة وفرنا موتوبومب كبار بساطة ننهز حتى شاحنات عملاقة لشفط المياه ما نستنجدو بها غديكا باش ننقص المياه لكن هذا ميحلش الإشكال الإشكال هو يعني يلزم حل جذري لتصريف مياه الأمطار وهذا هو معناها وقاع خطر وقاع إدراج معناها سنة الفارطة بقيام ببرنامج لتطهير معناها تصريف مياه الأمطار بالنسبة الحي هذي إشكينا زمرنا عملنا جال ويلي جال معطمد جال كل شي وما فم حتى حاجة بالكل ما عملونا حتى حاجة حتى شي ما عملونا المطار تصب وإحنا نبنيو نشد ويجور نبنيو السيسين إمتيعنا باش ما ما يدخل النيش حاولنا لصبخة الحجام معناها توفرنا للوسائل المتاعنا المضخات والوسائل المتاعنا الشاحنات وكذا بعد التنسيق مع الولاي وقمنا معناها بضخ بعض المياه معناها المتواجدة في بعض المنازل مش برشا واكثريت المياه متواجدة في الشوارع وفي الزنق هذه ونظرا للحاجيات معناها الكثيرة للطلبات احنا نكتفي باش ندخل المياه كان بالمنازل نبدأيا وبالتنسيق مع السيد الوالي تم عقد جلسة رأس سيد الوالي بحضور نحنا بالطبع باش تتقاسم لدوار هذية بين معناها البلديات وبين الفلاحة والتجهيز والصنات كل حد من شيرة يخدم حسب حسب معناتها الامكانيات متاع وحسب الجهود متاع وحسب مراي اليوناص رمى تاخد مكان بالفلوس وبالرشوة وقد قلوا هاي حتى عشر الاف كاسكروت لا يقل لك من ثلاثين الف الف فهمت كيف باشا عليش نوع اليوناص برامج وقد ندخل ونظف نظف حيث تعويض وقع عملية الجهر وقمنا بحملة وتنظيف ومزل من برامج ومزل النطف وغاديك وبد بنا ما نسأل شي تصل بين المواطنين كيف بين اجتهاد بعض المسؤولين وتقطير آخرين يعيش أهالي الأحياء كارثة موسمية على أمل إيجاد حلول جذرية بعيدا عن الوعود التي لا تتحقق